طبيعي أن دايماً بنقول أن المكسب بيجيب مكسب فطول ما أنت الفرقة ماشية الأفضل أن أنت تستمر وتلعب لكن احنا عندنا هنا مشكلة اللي احنا كنا بنتكلم فيها أكتر من مرة أن احنا دايماً المباريات عندنا مضغوطة دايماً بيديونا النموذج بتاع أن والله في أوروبا بيلعبوا كل ثلاثة يام لا هم في أوروبا بيلعبوش كل ثلاثة يام كده من أول مرة لا هم على الأقل بياخدوا أول شهر ممكن تلاقي بيلعبوا مطش كل أسبوع في الدوري لحد ما بيجي في مرحلة معينة المطشات دوري أبطال أوروبا تخش في النص مطشات الكاس تخش في النص مطشات لو حد عنده سوبر أي بتوع تبطيني تخش وتلعب موضوع كل ثلاثة يام فأنت هنا في الدوري وفي أفريقيا وزي ما كريم قال كده تلعبت في ثلاث بطولات مختلفة أنت خلصت الإعداد بتاعك دخلت تلعبت كل ثلاثة يام على طول فأنا من وجهة نظري أن فترة التوقف دي ممكن تبقى جاية أنه برضو مارسل كولر هنقدر نقول له أعمل آ فترة أعداد بس هي مش فترة أعداد كاملة هي جزء فترة أعداد لأن برضو الفر أخدت آ راحة بس مش الراحة اللي هي كبيرة بتاعت من نهاية موس تخد الفترة بتاعت شهر ونص الراحة باكتا تعيد شهر ونص تالي أنت خدت راحة لعيبة على فترات اللعيبة الأساسية رياحت شوية بعد كده في في النص لعيبة رياحت بعد كده جيت لما الموسم انتهى في لعيبة تانية خادت الراحة بتاعتها بعد كنها رجعت الجمعته فيه لعيبة كانت مع المنتخب وكذا فهو دلوقتي حتى أعتقد في المؤتمر الصحفي يمكن وإحنا في الطريق البعض كان بيتكلم إن كولر نفسه قال إن دي فرصة بالنسباله إن هو يبتدي يقعد يراجع الفريق بتاعه تاني يشوف إيه لو فيه سلبيات في الفترة اللي فاتت تتعالج الإيجابيات يكمل عليها نهاردة فيه بعض اللعيبة أصيبت زي مثلا نتكلم في الديانج معه وقت فنهاردة الوقت ده كويس نهاردة يرتاح وياخد وقته في الإعداد نهاردة فيه لعيبة محتاجة لسه تتجهز ممكن تكون متأثرة لسه شوية بالموسم الماضي فعندها فرصة إنها تريح تاني وتبتدي إعداد بشكل أمسل خاصة اللعيبة اللي هي مش هتروح للمنتخب كمان أنت محتاج ما يبقاش على طول أنت تحت ضغط يعني نهاردة لعبت الأهلي برضو كانت تحت ضغط التهول للمجموعات خلصت داخلت في ضغط الدوري في النص جيه ضغط بطولة كاس السوبر بعد اخسارة بتلتين موسم الماضي فأنت برضو محتاج تفصل شوية فأتمنى طبعا أكيد أي راحة طويلة في النص بتبقى يعني كان للناس يعني لعب ممكن تبقى قدرة مننا أكتر أكيد الناس المدربين بيبقوا قدرة أن هم عارفين إنه ممكن في النص الرحة اللي بتيجي فجأة دي ممكن تبقى ليها ضررها ولكن أعتقد أن حسب التقارير اللي بتقول أو الكلام إنه يبقى فيه راحة لبعض الأيام بعد كده هيتجمعوا فيه ماتشات ودية في النص فالأمر إن شاء الله تبقى الراحة دي مفيدة للنادي الأهلي عشان زي ما كريم كده قال احنا هنرجع من وقت 3 ديسمبر انت مكمل ماتشات ممكن الضغط فيها مش كبير قوي لأنه ممكن في النص يتحط كاس ربطة أو حاجة لكن من يناير تحديداً انت هتخش في معجنة الدوري ومجموعات دوري أبطال أفريقيا والكاس القديم في الكاس الجديد في الحاجات اللطيفة بتاعتنا اللي احنا لسه مخلصناش من الموسم الاضي فهتبقى الفرقة فعلاً محتاجة للفترة دي خصوان كمان اللعيبة في بعض اللعيبة ممكن النهاردة في الفترة دي لما تستعد بشكل جيد النهاردة يبقوا قوة إضافة للفريق لو مسلاً ما كانوش لعب وعدد من الماتشات فالنهاردة المدرب زي ما احنا كده بنتكلم كابتل إسلام وانت كنت قولنا احنا مش عارفين النهاردة النهاردة تشكيل أهلي وبيعلن الناس مش عارفة الأهلي يلعب 4-3-3 وال4-2-3-1 هو كريم فؤاد اللي هيلعب جناح واللي هيرجع بك وأكرم اللي يخش في النص وفخري هيبقى لعب وسط تالت فهي دي الراجل عنده لعيبة عندها حلول كتير محمد هاني نهاردة مساك باكيمين ممكن فجأة لقي جناح زي كريم فؤاد كريم فؤاد نفسه لعب قبل كده مساك وممكن الراجل يستعين به محمد أشرف النهاردة علي معلول مش موجود محمد أشرف بياخد محمد فخري عمر السلية مش موجود محمد فخري موجود وهكذا هي توليفة موجودة فالنهاردة ممكن فترة التوقف دي تسهل أو تسهل من اللعيبة دي تاخد على بعض شكل أقل تنسجم مع المدرب بشكل أفضل والنتائج بإذن الله تتحسن استمر